يا ابن الجالية الميامين يا من كنتم ولازلتم صوتنا الصادحة في أذان الخارج أيها المناضلون الأوفياء لخط الشهداء آنت ساعة زحفكم المقدس ودنت أجال الوفاء لقسم البر بالوطن والشهداء أيها المواطنون الصحراويون بديار المهجر وببلاد البسك خاصة يا من راصمتم الوطن بألوان العلم في كل المدن والعواصم الأوروبية وصنعتم الحدث في كل وسائل الإعلام الدولية وأرغمتموها على الحديث عن القضية الوطنية في أكثر من مناسبة رغم الظروف الصعبة وتواطئ بعض العنظمة الأوروبية يا فرسان الرسالة ونصل القضية إن محاولة الاحتلال المغربي توريط العالم في تأييد احتلاله لأجزاء من أراضينا من خلال مصلحية الانتخابات الهزلية بالمناطق المحتلة والزج بمواطنين عنوة وغصبا في المشاركة فيها عبر وسائله الدنيئة والخطيسة من ضغط وابتزاز وترهيب له أمر جلل يحتاج من وقفة حقيقية جادة تستنهض الهمم وتكشف زيف الدعاية المحزنية الخبيثة يا أحرار الشعب الصحراوي وحرائره إن استمرار الاحتلال المغربي التضييق والتنكيل بعائلتها الخي الصامدة ومواصلة سياسات العدوانية المقيتة التي وصلت حد التصرية الجسدية للجسورة السلطانة وأختها الوعرة له أمر خطير وفعل حقير يتطلب من تغافر الجهود وإيصال صوت الرفض القاطع لتلك السياسات المخزنية القبيحة إلى أسماء العالم أجمع وعليه تدعوكم جمعيات الجالية الصحراوية من بلاد البصر إلى التواجد بقوة وبكثافة في التظاهر التي ستنظمها أمام قنصرية الاحتلال المغربية ببباو يوم الأربعاء القادم الموافق للثامن من سبتمبر الجاري على الساعة السابعة مساء وكل الوطن أو الشهادة